القادرون باختلاف لهم الحق دائماً في كل شيء موجود داخل القطر المصري في جمهورية مصر العربية قادرون باختلاف على اختلاف نوعيات القدرات بتاعتهم وأنا من الناس بصراحة لمعجبة جداً بالمصطلح بتاع قادرون باختلاف ده وعجبني قوي النهاردة لما لقيت في اسكندرية ولاقي افتتاح لأول بلاج أول شاطئ للقادرون باختلاف افتتحوا النهاردة ست اللوى محمد الشريف محافظ اسكندرية أول شاطئ لناس اللي فقد بصرها بس هم قادرين على حاجات تانية كتير مختلفين عندهم حاجات احنا ما نعرفش نعملها ده بجد بالفعل تم تخصيص مساحة لهم في منطقة المنظرة وده بالمناسبة يعني تم الافتتاح بالتزامن مع احتفالاتنا بثورة 30-6 ده بقى شكل البلاج بالمناسبة يعني عايزك كده تقعد تتفرج عليه بلاج شكله لطيف وحلو ونظيف ومترتب ومتجهز خد بالك ومتجهز بالمظبوط بحيث انه أهالينا اللي هيرتادوا هذا الشاطئ او هذا البلاج او هذا المصيف يقدروا يستمتعوا به تالت وامتلت وفي نفس الوقت وهم ايه وهم متأمنين وزي الفلسات المحافظ راح بنفسه افتتح هذا الشاطئ او هذا البلاج وهتاخد بالك من التجهيزات اللي معمولة علشان خطرهم عشان خطر لازم يستمتعوا عشان خطر هم لازم يمرسوا كل حاجة كل حاجة من حقهم يشتغلوا من حقهم يتعلموا من حقهم يصيفوا ويبلبطوا ويستمتعوا ومن حقهم يهيصوا في المراجحوا من حقهم ينزلوا البحروا يعمل اللي هو عاوز يعمله ليه لانه بني آدم ده أولا اتنين في جمهورياتنا الجديدة وتاني دي من نواتج تلاتين ستة انه بإذن الله سبحانه وتعالى مفيش حاجة هيتم التعامل معها من على الوش